بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النهاردة إن شاء الله هنتعرف على شروط التعاقد اللي عملته وزارة التربية والتعليم لحاملة المؤهلات العليا لسد العجز بالمدارس في جميع التخصصات هنعرف شروط التقدم هما بيقولوا طبعا المتطوعين كل مدرس هيعمل بأجر بالحصة كل حصة هيبقى 28 جنيزة محددة الوزارة ودلوقتي إحنا هنقول شروط التعاقد إيه؟ يعني مين اللي ينفع يتعاقد مع وزارة التربية والتعليم ومين اللي ما ينفعش يتعاقد حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التطوع للراغبين في التعاقد مع الوزارة بنظام الحصة اللي هو العمل بالأجر وذلك بعد توفر عدد من الشروط في الراغبين في التعاقد المؤقد بالمدارس لازم يكون بيتوافر فيهم شروط معينة ودلوقتي إحنا هنستعرض الشروط كما جاءت أو كما وضحتها وزارة التربية والتعليم وهي كالتالي أول حاجة يمكن الاستعانة من غير العاملين في مدارس يعني اللي حيروح ده ما يكونش شغال بالفعل في مدرسة من حملة المؤهلات العليا يبقى احنا عرفنا كده ان هو لازم يكون من المؤهلات العليا في المجالات التربية فقط ان هو يكون طربوي كلية التربية مثلاً او ان هو معه السنة التربوي اللي بيعملوها اي كليات تانية لا يقبل المتطوعين في مدارس بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية حتى الدرجة الثانية يبقى المدرسة اللي انت حابب تشتغل فيها كمتطوع او بالنظام الاجري يعني بالحسة ما يكونش لك فيها قريب من الدرجة الاولى والتانية لو ما يقول لي حتى الدرجة التانية بقى الاولى والتانية الدرجة الاولى عشان نبقى فاهمين ان المدرسة ما يكونش لك فيها اولاد يعني ما يكونش لك ولد في المدرسة او اكتر او بنت يعني او اكتر ما يكونش لك ولاد في المدرسة حتى الدرجة الثانية الدرجة الثانية ان ما يكونش لك اخوات ده المقصود بالدرجة الاولى والدرجة التانية لليك ابناء في المدرسة ولا ليك اخوات في المدرسة الشرط التاني الاولوية في التعاقد طبعا بتبعى للاشخاص زوي خبرة سابقة في التدريس يعني هما بيتعاقدوا مع الناس اللي عندهم خبرة في التدريس يعني اشتغلوا قبل كده مثلا في مدارس اي مدارس بعض مدارس خاصة مدارس حكومية المهم يكونوا عندهم خبرة سابقة في التدريس بعد كده الشرط التالي لا يجوز ان يزيد نصاب المعلم المستعام به بالحصة عن 24 حصة اسبوعيا يعني في الاسبوع ما ياخدش اكتر من 24 حصة 24 حصة فقط على مدار الاسبوع بعد كده بيقول لي الشرط اللي بعد كده لا يجوز ان تزيد فترة الاستعانة به على 11 شهر يعني نقول ما يقرب من سنة هيشتغل سنة مع وزارة التربية والتعليم وما تزيدش الفترة عن كده على التأكيد بعدم المطالبة بالتعيين على الموازنة العامة للدولة يعني ما يطلبش ان هو يتعين علشان او يكون لأولوية التعيين علشان خاطر ان هو كان شغال مع وزارة التربية والتعليم هو هيمضي اقرار على نفسه ان هو مش هيطالب بالتعيين اساسا لان الميزانية العامة للدولة متستحملش كده يعني بعد كده بيقول لي ينحصر عمل المتطوع في ايه المتطوع ده او المدرس اللي رايح المدرسة المتطوع او اللي يشتغل بالاجر ده عملوا هيكون ازاي اللي عمروا محصور في مساعدة المعلمين المعلمين اللي هما الاساسيين المتعينين بالفعل في المدرسة من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكلفهم بها من خلال مشرف المادة المشرف على المادة هو او المدرس الاول هو اللي هيكلفهم باعمال هيقوموا بيها وهيوضح لهم شغلهم هيكون ازاي اذا كان في حصص هيصدوا العجز فيها واذا كانوا هيساعدوا المدرسين اللي موجودين في المدرسة بالفعل بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة يعني حتى لو أنت تقابلت بعد كده حيعملوا عنك سيرش أو بحث كده من الناحية الأمنية بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المدرية قبل العمل يعني هيعرفوا عنك كل حاجة قبل ما تشتغل في المدرسة بيحصل المتطوع على رخصة للتدريس يعني أنت هتبقى المدرية مدرية التربية والتعليم أو الإدارة التعليمية اللي انت تابع لها هتديك ترخيص دي يمنحك يعني القدرة أن أنت تدخل المدرسة طبعا والدرس بنظام الحصة بموجب خطاب أنت هيبقى معاك هتتوجه به طبعا للمدرسة أنت مش هتروح للمدرسة تقولون أنا متطوع وهشتغل لا أنت بتبقى موجه من الإدارة الخطاب ده بيبقى من موجه أول المادة أنت تخصصك إيه؟ رايح تدرس إيه؟ هتدرس دغة عربية هتدرس رياضة هتدرس إنجليزي الموجه المختص في مدتك اللي انت هتشتغل فيها بيبقى موجهك للمدرسة بخطاب مديك خطاب آآ منه مع عدم اشتراكين في أعمال امتحانات دي خطاب انت بتروح بخطاب موجه ودي حتة تانية بقى انت آآ هتتطوع للتدرس فقط يعني ولا هتشارك في امتحانات ولا هتشارك في تصحيح امتحانات ولا هتشارك في آآ لجان النظام والمراكبة وملاحظة الامتحانات والكلام ده كله ما ليكش فيه انت عاملك كمتطوع ان انت هتدخل تد حصص وهتاخد أجل الحصص دي آآ فقط وعلى فكرة أعمال الامتحانات ولجان النظام والمراكبة أعمال مرهقة جدا فكون ان هما ياخدوا عشرين جنيه على الحصة ويشتركوا في أعمال الامتحانات فده يبقى أظن بقى لو هما هيشتركوا يبقى أخدوا فلوس تانية بقى على كده بس هو موضح ان هما مش هيشتركوا في الامتحانات لكن أظن ان المدارس وديا ممكن تستعين بيهم يعني وديا آآ مش بشكل رسم آآ بعد كده بيقول لي يتم آآ الصرف طيب هو خلاص هياخد فلوسه بقى ازاي هياخد فلوسه بناء عن ايه ما هو عشرين جنيه لكل حصة لو هيشتغل أربعة وعشرين حصة آآ احنا هنضرب آآ عشرين في اربعة وعشرين يبقى اتنين في اربعة آآ بتمانية والا اتنين في اتنين باربعة ربعموات مANIN جنيه ربعموات مANIN جنيه أسبوعيا لان ال24 حصة دول في الاسبوع اضربوا بقى على مدار الشهر ده لو كان حساباتي أنا صح انه مدرسة لغة عربية مش حساب بس مش رياضة يعني بس أنا حسابتها كده سريعان يعني آآ أنا بقول ربعموات مANIN ده اسبوعيا على اساس 24 حصة مش على اساس الشهر كله يتم الصرف للمستعان وعلى ما اسمع برضو ان هم قالوا 750 جنيه في الشهر فمعرفش ايه الكلام الصح يعني ده على اساس العجز في المادة ايه يا طارى هو هياخد 24 حصة فعلا ولا هيشل اقل من كده يعني طيب بيتم الصرف للمستعان بيهم اللي هم المتطوعين بقى هياخد فلوس ازاي بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة كشف هيمضع عليه مدير المدرسة طبعا باسمعهم بالحصة اللي اشتغلوها ومسؤول شؤون العاملين اللي هو شؤون عاملين في المدرسة طبعا وموجه الموجه الاول الخاص بالمادة ده هتبقى نظر مكافأة ده يعني مش هيبقى زي مرتب شهري لا هي بيسموها مكافأة نظر مكافأة مقطوعة 20 جنيه للحصة على عدد الحصة اصبع اللي انت اشتغلتها واضربها في 20 جنيه وحتى انتهاء خط التدريس المناهج بالمدرسة هتفضل شغال معاهم لغاية ما تخلص المنهج اللي انت هتدرسه واحنا لسه قايلين حالا مش هيزيد طبعا عدد الحصة على 24 حصة بل هيئي اللي بقى ده عايب على حسب ايه العجز في المادة دي مادة العلوم فيها عجز كم حصة مادة العربي فيها عجز كم حصة وهكذا الحمد لله هي خطوة جيدة يعني ان احنا كان عندنا عجز في كل المدارس اولياء الامور كانوا بيعانون ان ولاتهم بيروحوا المدارس وما بياخدوش حصص في معظم المواد لان ما فيش فيه مدرسين ولما بنتكلم الوزارة بتقول ان هي مش قادرة تعين مدرسين لان الميزانية لا تسمح ان هي تعين مدرسين بمرتبات مع ان يعني انا حاسة ان مرتبات المدرسين مرتبات يعني ايه ضئيلة جدا يعني مش هتسبب يعني اي عائق للدولة ان هي تعين مدرسين وتتدوم المرتبات العدمانة دي فمش عارفة المهم ان هي كانت فكرة جيدة ان هو يفتح باب التطوع فكرة حلوة برضو ان ما يبقاش فيه بطولة الناس اللي خدت كليات حتى لو حيطلع يشتغل بالنظام الحصة بكم حصة حيحس ان هو يعني ايه اتعلم لفايدة يعني مش تعلمه مراحش هبقى منصورة واتمنى ليهم لكل شبابنا التوفيق ولكل طلابنا النجاح ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته